إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ وإذا نلت محبة الله ماذا فقد لم تفقد شيئا؟ وإذا غابت عنك محبة الله ماذا وجدت لم تجد شيئا؟ النتائج والثمار والخصائص والآثار التي تترتب على محبة الله لك لا تعد ولا تحصى منها إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق وإذا أحبك الخلق فهذا رأس مال لا يقدر بثمن أن يحبك الناس أن يحبك من حولك إذا أحبك الله منحك الحكمة ومن يوت الحكمة فقدوثي خيرا كثيرا الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بدخل محدود والذي لم يوت الحكمة يشقى بدخل غير محدود الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بزوجة من الدرجة العاشرة والذي لم يوت الحكمة يشقى بزوجة من الدرجة الأولى الإنسان إذا أوتي الحكمة يجعل من العدو صديقا والذي لم يوت الحكمة يجعل من الصديق عدوا يعني عطاء لا يقدر بثمن إذا منحك الله الحكمة والحكمة توت من الله مكافأة على إيمان المؤمن والسقامته وهي من ثمار محبة الله لك أن توت الحكمة إذا آتاك الله الحكمة أعطاك السكينة السكينة حالة حالة من الرضا من السعادة من التفاؤل من القوة من التقة بالنفس من سداد الرأي من صحة الرؤية هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء ولمنسان قد يؤتى مالا وفيرا وصحة وقوة وذكاء ولا يؤتى الحكمة فهو أشقى الأشقياء لذلك قيل إن الله يؤتى الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين السكينة أحد أكبر أسباب سعادة الإنسان هي ثمرة من ثمار محبة الله لأنه إذا أحبك الله شيء لا يتصور أي يحبك خالق السماوات والأرض الذي بيده كل شيء الذي بيده منهم فوقك ومنهم تحتك ومنهم حولك الذي بيده صحتك وأهلك وأولادك الذي بيده حياتك وموتك ورزقك لذلك الإنسان إذا عرف الله عرف كل شيء وإذا فاتته معرفة الله فاته كل شيء من معاني محبة الله لك أن يلهمك الرضا ترضى أنت ترضى عن وجودك وترضى عن وضعك وترضى عن دخلك وترضى عن دخلك وأولادك والرضا أحد أسباب السعادة فالمؤمن الراضي والله الذي لا إله إلاه لو سققت عن صدر مؤمن عرف الله لرأيت فيه من السعادة ما لو وزعت على أهل بلد لكفتهم الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر قال علماء التفسير ذكر الله أكبر ما في الحياة لكن بعضهم قال ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية لكنه إن ذكرك منحك الرضا منحك السكينة منحك الحكمة منحك حكمة عزت على كثير من الناس منحك نعمة الأمن نعمة الأمن شيء لا يقدر بثمن قد ينجو الإنسان من آلاف المصائب لكنه خائف وأنت من خوف الفقر فإنك في فقر وإنك من الخوف من المرض فإنك في مرض الآن عندنا في أزمات قلبية سببها الخوف من أزمة القلب تأتي من أزمة القلب لذلك عندما ألف كتاب داعي الحياة واتبع الحياة طبعا من خمسة ملايين نسخة لأن عندنا خوفا سببه البعد عن الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين